رسمياً المصر يعلن ضم صلاح محسن بعد فسخ تعاقده مع الأهلي وأعلن الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيسبوك ضم صلاح محسن لاعب الأهلي خلال الانتقال الشتوي الجاري وكتب حساب المصري عن ضم نسر جديد ينضم للنسور الخضر صلاح محسن وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري في تصريحة لي اليوم السابع أن النادي المصري حصل على توقيع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم خلال الانتقال الشتوي الجاري وذلك تمهيداً لقيده بقائمة الفريق وأكد المصدر أن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للمصري جاء بعد فسخ تعاقده مع الأهلي لينتقل إلى الفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر وكان مسؤولي النادي الأهلي قد طالبوا صلاح محسن مهاجم الفريق بإحضار عرض رسمي من أجل الموافقة عليه قبل غلق باب القيد خلال الانتقال الشتوي الجاري وخرج صلاح محسن من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسل كولر تماماً لذا تم استبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية قبل أن تحرمت الإصابة من السفر مع الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات وبعدما تماثل للشفاء استبعده كولر من معسكر الأهلي المقام حالياً في الإمارات لأسباب فنية وتحدث مسؤولي الأهلي على مدار الأيام الماضية مع صلاح محسن بشأن إحضار عروض رسمية جادة للموافقة على إحداها وإغلاق ملف بقائه في الفريق لعدم حاجة الجهاز الفني له ترجمة نانسي قنقر